أعلنت وزارة الداخلية عن جاهزيتها لأي تأثير قد ينجم عن الحالة المدارية شاهين في المناطق التي قد تتأثر بالحالة المدارية وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطواري والأزمات والكوارث في الإحاطة الإعلامية اليوم عن جاهزية الدولة والجهات المعانية لرصد الأحوال الجوية ومتابعة مستجدات الحالة المدارية شاهين نود التأكيد على أن جميع القيادات الشرطية وبإشراف من وزارة الداخلية تقوم بعملها في توافق وتناغم لاحتواء تداعيات الحالة المدارية شاهين كما نؤكد بأن وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها العمنية قامت بجميع الإجراءات والتدابير اللازمة وفق الخطط المعتمدة للتعامل مع الحالة المدارية شاهين والتي من المتوقع أن تؤثر في بعض المناطق من إمارات الدولة وخاصة في الساحل الشرقي وجنوب الدولة هذا وقد تم رفع درجات الاستعداد والجاهزية في جميع القيادات الشرطية لضمان سلامة الجميع وتقليل التأثير على مختلف المناطق كما قامت الوزارة متمثلة بمختلف قطاعاتها باتخاذ إجراءات وقائية منها تسيير عدد من الدوريات الأمنية في المواقع القريبة من الشواطئ والوديان المتوقع جريان السيول بها إضافة إلى ذلك تم إصدار التنبيهات والتحذيرات اللازمة بالإضافة إلى الإرشادات الواجب اتباعها من قبل الأفراد لحماية المجتمع